في الحق ما روجله من إشاعات هو دليل فشل ينضمه إلى حالات الفشل السابقة فبعدما فشلوا داخل القعم من ناحية القانونية لقوة وسائل الإتبات وفشلوا في أو افتضح أمرهم في التدليس على الرأي العام وزادهم فضيحة الرأي التوضيح للفريق الأممي الذي أوضح أنه كان ضحي التدليس وتغليط من طرفهم الآن لجأوا لأسلوب آخر هو الإشاعات هم يعلمون أن الملف صد وأن وسائل الإتبات لا يمكن منقشتها ومقتنعون بذلك وإلا ما لجأوا إلى هذه الطرق تهرب النقاش خارج المغرب قلبي حقائق الآن قال لك سيدي وحدة من الضحايا اشتروا لها الضار في أمريكا أو تملكوا ضار في أمريكا في إحاء ما معنى إحاء أولا يكون جرعا وقل ما أنت مقتنعا به هالضحايا كلهم يعانون فهم أصلا لو للحاجة لما كانوا ضحايا فكيف لم يكنوا عقان في أمريكا يكون ضحية حاجة لما هذه إشاع أو كاذب واضح أو بهتان جليل أنا أنت حدام ولي عندها شي حدا غير فيزا تعال أمريكا هاديو ما عندهمش تال فيزا تال أمريكا وهتكون ضار في أمريكا اللي ما عندوش ضار في المغرب هتكون عندو ضار في أمريكا وأعمر مشافعة سوف نشوف هربوغا سلمريكا أنا وقلبوا عليها تحلقة ممكن نقولوا أي حاجة ونقولوا في أمريكا نشترى هالضار في جوز القوم ولا نقولوا شي حاجة ما يمكنش خصنا شوي مصداقية حتش كله أساسه ده بهاد الإشاعات لجي قولي إشاعات شنو نديرو نحاول نغلطوا بالإشاعات وكاذا المرغة نتلفوا ونعطوش حبلوصة بعيدة حتش كله الرأي التوضيحي للفريق الأممي اللي قال لهم أنا كان أشكر الضحايا أخذي زمان مبادرة اللي بصرنا الأمر وعرفنا الحقيقة والضمن معاهم الثلاث ضحايا قالوا من اللي عيد اللي قلنا نعيم أحروري أسماء الحلاوي ويدا المحاف مش ما يجيش يقولك لا هم أخذ دي رح تعفى برنادي ضحية تستفد ايه وكن ضحية تستفد لكم بقى الضحية هي كانت موضوع تجار وباعت في نفسها وارتكبت زور من آخر أدينت من إجله باستشهر نافذة بعدما كادي بتاع السلطات وباللغة عن جريمة تعليم وعدم حدوثيها بإعازي من أتباعي أنا جاء هذا الموضوع ثم أعبر لهم عن تخاته في القضاء المغربي بمعنى ما تقول نوالو القضاء المغربي أنا أنتق في التخال كاملة فكلامكم لا قيمة لاني وقال لهم في الرسالة أنا لم أقول أن أبو عشرين باري بمعنى بين الأمور سيماننا هذا الرأي جاء بعد الحكم بعد الحكم مبتدائي بعدما تطلعوا جميع وسائلية بعد وقال لهم رأيونا غير مانع في مواصلة الإجراءات وإحنا ضد العنف ضد ممارسة العنف ضد المرأة في إشارة واضحة للميرف إحنا ضد هذا الميرف ثم قال لهم إحنا غير مسؤولين التفسير اللي تعطى منطرف لبعض لرأينا السابق يعني تراجع كامل وشامل وفي إشارات ورسالات أو كما سمتها رسالة الرسائل هي رسالة وكما ضمونها رسائل متعددة المشكل أن ضحايا اقتزاف البصر في العالم كامل هم من نوع خاص لذاك المشرع قال لهم وخد كنوا دائري فأنت غير مسؤول لمدنيا ولا جنائيا يعفى من سوريا ماشي من العقان ناس أقولك لأنك ضحية اقتزاف أو ضحية السعبات أو استرقاق جديد إرادتك غير كاملة وغالب الله يبلغون لذاك المشتر يلزم النية بالعمل بحتي عن الضحايا وحيان يكون مستفيدون وحيان أخرى ممكن أن يكون موضوع رشواء أو تأثير أو بيع وشراء ويستفدن واصلا عنده الحاجة يبيع في كل شيء ورا بيع راسه في الأول فكيفاش ما يبيع شتريحته هو بيع راسه بيع راسه بيع العرض يالو بيع كرامة الإنسان فكيفاش ما يبيع شتريحت عفو برناني كانت موضوع تجارة بشر في الجريمة لما استمعوا لها قاتلوا من إياه أنا على علم بالتحرش وإنا وإنا أيضا كنت ضحية التحرش وقاتلوا حدة تاني ما كاش يخلين على وضو عارفة ولكن غلطوها قل أن تقولي ما قولي تراجعي بعد الشي بعد ما خرج المحضر وتصور تراجعي ولا تراجع تشاركات وفي المحضر تعلمي في التاني اللي دانوها فيه قلت لما أنا قولي تراجعي باش تستفدي ما يجيبوكش أولا وما يعرضو الفيديو يديالك فتكوني مهنة معي تكوراش لك فهذا التجار جديد تدليس على التاني وقولي قالت وكذر بيفضح ضابت الشرطة مني كان يسمعي لها كان سبخلوس تشير كوش تصرح عديلها فكاش رعر تسير الوكيل اللي عندك شي شوف وكت قرأ وكت صح قال وانتي تكذبي صرحتي وقرأت المحضر قرأوا عليك وسنيتي واش يرامتش الفيديو يك قد ما تقول اذا نبس تشور نافذة تدائية استنافين قد ما تقول الان هذيك السيدة منذ التراجع وهي عندها امتيازات باقي تخدم تسير عمات انتقال للدار البيضاء مكانوا سرطائع ودريبات فين كانت تخدم زيادة في التعويضات مرر التعامل تحضر ما تحضر شجي ما جيش نايدا محاسبة قال اجي ربما تخلص عناية من طرف زيادة وعشرين وهم الان يستعدون للتجار بها خارج المغرب هندوها الضحية تهي نقول ما هي واحد ضحية زياد اذا اعتبرتوها ضحية راها ضحية اذا يشملها هذا راها ضحية وكان ضحية تراجعت بمقابل وكان دليل للتراجع والمقابل هو ثابت المصارف والاهتمام شكو يديها شكو يديها شكو يدي يخلصها شكو يدي يوصلها فالتجار نازل المستمر دلش مشرع كامل في العالم هاد ضحية التجارة بشر عندهم حماية خاصة انه اصلا قد يكون مستفيد وقد يرغبوا في الحفاظ على معاملية فيمكن يجيب الله وإلا بالله يتراجع مناش بمقابل وكما يقول انه قبح الله كاذا الفقر لانه يكون كفر فتراجعت والآن كيستعدوا يوجدوا فيها بجدية وخارج للمتاجرة من جديد هادك تاجر بالأسد ديالها هادو تاجروا بتصريحات وغير تاجروا بكرامتها في الخارج ويستعملوا نعم ولكن الحقيقة لا يمكن ان يغطاء اي احد يقولكم يقين ميمكنش وحنا قلنا احنا معاكم في اي اجراء حتذك خبرة لما ما قدتكمش تراجعتوا مبغيتوهاش وكشفت الحقيقة ديروا خبرة على الصوت ديروا التموقع ديروا اللي بغيتوا ديوا احنا معاكم اي اجراء يدي في الحقيقة احنا غنتم منوها تبس عليه فادك ما تبس الله يعان وبكنهم يتراجعون ليس لهم من زرعة خايفين من حقيقة يريدون العيش في الضباب والتغليط العام والتجار بالاشخاص تجارهم في الجريمة تجارهم مستوى الزراعات حتذك جميع الدولة وحت الحصانة وحت الحماية ايديك احنا الدولة مقامة من الحماية الخاصة اللي خلتوا بتتصل معاهم وربط علاقة معاهم ومحما تومش فاخلاهم مدعو التجار فلو كانت حماية من الحماية الخاصة كافية لما كانوا معرضين للتجار الان من طرف المتهم ووسرته واتباعه هذا هو المشكل الان بتبع اخر لا زال للتجار المستمر داخل المغرب او خارجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر